رجعنا وياكم بعد الفاصل آخر محطات حلقتنا اليوم من برنامج مسائي والتركيز قد يكون على المعلومات وكيف أحصل على المعلومات إن كنت أريد بعض النصائح الطبية وإن كانت الرياضية والغذائية تحديدا يجب أن يكون هناك مدرب معتمد لمعرفة التفاصيل الصحيحة مو أي شخص ممكن رقم بالفولوورز إن كان في السوشال ميديا، تويتر، انستجرام وغيره من الأكاونتات، سناب شات وهو نفسه هناك مدربين اعتمدوا على عمليات تجميلية أحصلوا الآن على نسبة عالية من موافقة الكثير من الناس اللي قاعد يتابعونهم عن طريق التغذية الصحيحة هي مو صحيحة طبعا هي خاطئة والتدريب الصحيح بالنسبة لهم لكن هي خاطئة اليوم راح نحط النقاط على الحروف أكثر مع المدرب المعتمد للياقة البدنية والتغذية أيضا الكابتن عبدالعزيز لخبيزي حياك الله ويانا الله يحييك ومنورنا في مسائي الله يسلمك أنا اللي متشرف فيك عزيز وغالي القلب مليان وزعلان لما يشاهد من قبل بعض الناس أعلمني أخوي عبدالله والله تصدق أنا عندي سؤال أنا ما بي أبلش لكن إذا نتكلم عن هناك مفاهيم خلنتكلم لا نقول للناس نفسها وشلون أنا نحصل على المعلومة وإحنا نقول أنتوا ليش تروحون حق هذي الأشخاص اللي قاعد يعطونكم معلومات خاطئة لم نأخذ المصطلح العام لحلقتنا اليوم المفاهيم الخاطئة في اللياقة والرياضة والتغذية بسم الله الرحمن الرحيم أول شي لازم نعرفه أن مفهوم اللياقة والصحة البدنية للأسف مجتمعاتنا مفهوم خاطئ إحنا بالنسبة لنا مثلا بالنسبة لنا الإنسان اللي مثلا سكس باك وناشف جدا هذا بالنسبة لنا الإنسان المثالي اللي كل من يبي يصير مثله اللي ما يعرفون الناس أن الإنسان هذا في مصطلح الصحة البدنية لا تفت ليش؟ لأن عشان يوصل المرحلة هذه لازم يحرم نفسه مدة من عناصر أساسية بالجسم من سكر من ماء من ملح ولو تطلب منه أنه يبدل أي مجهود ما رح يقدر يسويه وانت عارف أن بعضهم حتى يتعب أونستيج حتى حقي العرض الصحة البدنية مو شذيه الصحة البدنية تطلب عناصر أساسية قوة عضلية لياغة عضلية قوة قلب ودورة دموية مرونة تناسق مو بس شذيه الصحة البدنية لازم الإنسان يكون هدفه يكون هدفه مو وزن بالميزان يكون هدفه شيء اسمه metabolic fitness اللي هي شنو؟ لياقة وصحة أيضية أنك أنت تعيش من غير ما تتعرض لأي مرض أو تعقيدات كل إنسان فينا يعني إحنا لما نبلغ كل إنسان فينا الصحة بشكل عام لها تعريف ثاني الصحة البدنية بشكل عام هو الفرق بين أقصى شيء الإنسان يقدر يسويه وأدنى شيء يقدر يسويه هذه الحياة فطول ما هو يكبر أقصى شيء جسمه فيسيولوجيا يقدر يسويه يبلش شنو؟ ينزل 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 لأن يتساوون الفرق وصير أقصى شيء يقدر يسويه نفس أدنى شيء يسويه وهذا لأن الله سبحانه وتعالى يأخذ أمانته صح ما الذي نحاول نحاول بقدر الإمكان أن نحافظ على الفرق هذا لأن الله سبحانه وتعالى يأخذ أمانته وهذه لها طرق وهذه لها أساليب معينة لازم تثقيف الناس لازم يفهمون شنو الصح من الغلاط أنا عندي بعض الأسئلة أبي دام فضلك هناك من يحب هواية كمال الأتسام خلأ أتكلم عن كمال الأتسام لأن صار فينا حب وشغف أنا واحد منهم لهذه الرياضة لكن هل أنا الشخص الطبيعي مقدم برامج ولا يشتغل بالبنك ولا يشتغل بأي مكان لا يعني صار فيه مفهوم بعدين اكتشفته أنا لازم أكون نفس لاعب كمال الأتسام اللي عنده ستيج لا أول شي لازم لازم على قولتك نحط النقط على الحروف مدرسة كمال الأتسام مدرسة محترمة ومنتخبنا منتخب الكويت ما شاء الله لله لله رافع رأسنا نتائج عالمية والحين بعضهم بفلوريدا والأمور طيبة ما شاء الله ورافعين رأسنا بالعكس بس مدرستهم معروفة وبرنامجهم معروف ولو تلاحظ أبطالنا ما يفتون يعني ما يدشون بسوء يعني يروح حق أي إنسان يدش السوشال ميديا لهم كلهم الأبطال ما تلاقي يفتي والله بالتغذية ويفتي مدرسة غطس إحنا مدرسة سباحة مو معناتها إحنا الأثنين نطابش بالماء ونتدخلوا بشغل بعض فهذه لها مدرسة لها احترامها وتقديرها المشكلة في البعض اللي محسوبين على مدرسة كمال الأتسام اللي يطلعون ويفتون ويؤذون الناس يعني شيء خيال للأسف هذا لمو بس الرياضيين أيضا للأسف بعض الاختصاصيين يستقلون الناس استغلال غير طبيعي والمشكلة شنو أخي عبد الله إن الحين لأنها في الآونة الأخيرة هبت الفتنس فالكل يبي يصير جسم حلو بأسرع وقت ممكن وتعال الدايتات لا يعلم فيها غير الله سبحانه وتعالى لا هي مبنية على أساس علمي وروح بيع وقص على العالم واخذ هذا وبلا خير في النهاية ولا شيء فيهم يصير ولا هدف يتحقق وبلا خير الإنسان هذا اللي يأيهم يا أما يروح عمليات تقصص يا أما عمليات تكميم يا أما يروح طريج ثاني ما أنا بنتكلم فيه الهرمونات هذا هو يعني أنت في النهاية شنو اللي تبيه شنو اللي تبيه تبيه الصحة ثقافة قبل التطبيق تعليم قبل التطبيق كابتل عبدالعزيز المشاهد اللي قاعد يشوف شلون أوصل حق المعلومة الصحيحة من الشخص الصحيح أنا ما ألوم المشاهد أنا رجل الشارع ما ألومه لأن الريال يعني في النهاية رجل الشارع العام يبي يوصل مرحلة صحية أنا ما أقدر أقول له مثلا لا أنت روح دور على المعلومة هذه للأسف ما هذا هو المجال مفتوح للكل هذه المشكلة وهو المفروض المشاهد بشكل عام يدور على الإنسان اللي يعطي المعلومة الصحيحة يحاول بغدر الإمكان والله يوفقه يعني هذا ما أقدر أقول له أكثر من شذي يعني شنو المشكلة الأساسية اللي قاعد تواجهه مجتمع الكويتي والخليجي في حبه إذا نبن نقول وصوله للمعلومات الصحيحة حق البرامج الصحيحة للتغذية والرياضة في مشكلة قاعد نواجهها شنو والله أخوي هي مو مشكلة واحدة هي مشكلة ثقافة مجتمع إحنا للأسف يعني نواجه عندنا مجتمعاتنا نواجه مشكلة إن هذا لقبه مثلا دكتور تشذبته صج فأنت أنا بسئلك سؤال أنت الحين لو فرضنا إن سيارتك اختربت خلاص روح ودها حق خريج هندسة ميكانيكية لا لا ودها حق خريج هندسة ميكانيكية ليش توديها حق واحد ميكانيكي مولود بالدبة أكيد بتوديها حق الميكانيكي اللي يعشق الشي هذا أكيد يعني هذا شغلة للأسف في ناس تسعى للألقاب هذي بس مجرد أساس تستقل للعالم للأسف هذي اللي بمجتمعاتنا ما أقدر أنا ما أقدر أقول لك إشلون لأن هذا موجود بكل العالم وبكثرة بمجتمعاتنا للأسف ما لها حل المشكلة هذي إذا نسمع نصائح منك ونستقل حضورك اليوم في البرنامج لبرامج التغذية والكثير من الناس عارفين أنه شخص يفرق على شخص ثاني من طريقة الجسم من بنية الجسم من هذا شخص يعبي هذا شخص لا والله ناشف من الله يكون الجينات تلعب تسعين بالمئة من كل شيء طيب إذا بناخذ برنامج عام مفيد للجميع برنامج عام عبارة عن جدول غذائي شو الممكن نقول أول شيء أهم شيء وهذه نصيحتي للكل لا تتبع ولا تسمع كلام أي إنسان يحرمك من عنصر من هالعناصر الأساسية الستة سكر بروتين دهون ماي أملاح ومعادن هذا أهم شيء أي شيء ثاني لا تمشي عليه أقلل منه أي حرمان لا الحين اتي بعدين عقوبها شنو طال عمرك اتي المدارس يعني الحين صفينه بوقت المدارس المدارس عاد على قولتك اللي هي النسب يعني في مدرسة تؤمن مثلا لا مثلا نسبة الكربوهايدارات لازم تصير مثلا خمس إلى ستين بالمئة والبروتين في مدارس تقولك لا والله نسبة مثلا البروتين تكون أكثر أنت ما عليك تقدر تجرب أنا ما أقدر يعني في النهاية أنا ما أقدر أسوي دعايا لحد ولا أقدر أسوي دعايا أسوق أي شيء ثاني وأهم شيء عندي أنا أنك ما تحرم جسمك أي إنسان ولا تسمع كلام دايتات مبنية على أساس علمي للأسف يعني مثل على حسب فصيلة دم دمك تاكل يعني 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 هبل اللي قاعد يصير والله العظيم هبل ممتاز هذا أهم شيء يعني والرياضة أنت ما شاء الله إنسان رياضي الرياضة الله يسلم أنك أخليك الرياضة نفس الشيء الرياضة لازم تجمع مثل ما قلت لك يعني أنت أساس تكون إنسان صحي أول شيء ما لها عمر يعني لا تقول يا الله حسن الخالد ما لها أنا كبير لا 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 ما لها عمر الرياضة كل إنسان له نظاما رياضي ونظاما لازم تمارس الرياضة خصوصا رياضة المقاومة هذا مهمة بكل أعمار ليش؟ لأن العضل عضل الجسم أسرأ شيء يختفي من جسمك خصوصا مع العمر وخصوصا شيء اسمه العضلات الوظيفية اللي هي صب ظاهرك صب ريولك صبها هذه تتلاشى مع العمر أنت لازم تحافظ عليها هذا أهم شيء فأنت أهم مو بس مجرد أنك والله تمشي لا لازم تمارس ممارسة المقاومة على قولتهم الرياضة عساس تحافظ على العضل بشكل عام كابتن عبدالعزيز الخبيزي طلع بأحد القنوات وتكلم وقال عن الناس اللي قاعد تنقل المعلومات الخاطئة من تجربة شخصية ما يصير أنا لأني سويت حق نفسي كل الناس ممكن يسورون نفسي طيب وهو شلون يقدر يوصل الرسالة أو بشكل عامي أكثر أنا بيستفيد منه شنو ممكن توصل الرسالة أو شون طريقتك بتوصيل الرسالة هل لك أكاونت خاص تتكلم فيه؟ نعم والهدف منها؟ نعم أنا عندي أكاونتي يعني بإنستجرام وإسناب وتونم بلشين بس هدفي الأساسي يعني أنا هدفي الأساسي أني أخلق وسط توعية توعية وأحاول أوصل المعلومة بقدر الإمكان عشان يفهمها بس رجل الشارع العام متى أنا بالنسبة لي متى ما فهم رجل الشارع العام الكل فهم نعم فأووصلها طبعا بطريقة حلوة ومو علمية لأنه إذا بقعد أدش بالعميق بتتثاوب بتحط راسك بتتنام يعني مالك خلق حتى تسمع صح فهذا اللي أقعد نحاول نسعاله أن نثقف العالم بشكل عام ونحاول نثلتر كل ما هو خاطئ نعم كابتن عبدالعزيز شرايك باللي يقول لك ما عندي وقت حق الرياضة ودوامي في ساعات كثيرة ما عندي وقت لأنه عندي وسائل اجتماعية للتواصل زوارات دواوين كل هذا إذا عندي 24 يوم أنا 20 يوم في مشغول أربع ساعات أنام لا لا هذا مو عذر الرياضة اللي أنت ما تعرفه الصحة الرياضية بشكل عام ما تتطلب منك ويد يعني أنت ترى ممكن تقدر تعيش بحياة أفضل بيومين بالأسبوع نص ساعة نص ساعة يعني هذا البيت النازل أنت لازم تتحرك إحنا شيء ما يتحرك صح أنت لازم تتحرك أقلها تمشي فالمفهوم هذا خاطئ يعني أنت لما تقول ما عندي وقت لا عندك وقت عندك وقت حق الزوارة عندك وقت حق دوانية عندك وقت حق القهوة يسوي لك وقتها من ثلث ساعة إلى نس ساعة بس مرتين بالأسبوع كافية والآلات الرياضية في ناس تقول أنه أنا ممكن يكون عندي جهاز في البيت يمكن من الكويت عندنا حر يعني ما نقدر أنا أشوفهم بوروبة لمن يطلعون من الفير يبلشون يركضون صحيح أنا مرة جرابت أسوي نفسهم تيصار فيني حارب الصيف دعاية مشوية لا بالعكس اللي يقدر يشتري له جهاز أو يحط له جهاز بالبيت ممتاز جدا بالعكس هل تتأثر بالركبة بالخشونة؟ لا 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 على حسب هذه لها طرق يعني أنا أهم شرحتها يعني من الناحية يعني ممكن تتفاداها لأن شنو؟ لأن أول شيء الأجهزة منوعة يعني إذا أنت تتلم على الجهاز تريد ميل ممكن تتفادا وعيد أشياء فيه عن طريق الإنكلاين مالا عن طريق الجوتي عن طريق الركضة نفسها البوستشور يعني حتى ركضتك تكون معينة فتقدر تتفادا للأشياء هذي يعني لا تحط بمخك أنت أهم شيء الحركة صح قبل لا تفكر أن لا والله أنا مراح ما أقدر أطلع بره لأنه حر ولا أقدر أشتري له جهاز أخاف ركبي راح تعورني يعني زم بعدين خلاص يقعد أقعد بيت ولا أقول من وين يالكرش اي والله بعدين تقول من وين هذا وعزيز تعال دبرنا صح في نهاية اللقاء كابتن عزيز نصيحة حابة تقولها للناس شنو حابة تقول؟ يعني المعلومة اللي أكثر شي تقولها وترد تكررها وما زال يسألونك عنها نستفيد النصيحة يا جماعة الخير تحركوا في الحركة باركة في الحركة فعلا في الحركة باركة هذا أهم شيء أنا أهم شيء شغلتين بالرياضة الحركة وبالتغذية مثل ما قلت لك أهم شيء عندي لا تحرمون جسامكم من العناصر الأساسية بس ممكن تنوع بالمصدر يعني أنا مثلا ممكن أحرمك من مثلا أنك ما تأكل عيش مدة طويلة مثلا أو كبرنامج مثلا بس أنا ما أحرمك من السكر أنا أحرمك من المصدر بس أبدل لك أيام مصدر أفضل يعني لازم أعيب لك خضار وفاكحة وشيء بس أهم شيء أنك ما تحرم جسمك من العناصر الأساسية سؤال نسيته وايد مهم أشوى أني ما ختمت المكملات الغذائية السبليمنت اي نعم السايد افكت اللي فيها لا السبليمنت طال عمرك يعتمد يعني أنت لازم تعرف السبليمنت في منها وفي منها اللي ما ينفع علميا ما ينفع وفي اللي منها مفيد جدا واللي أنت أصلا لازم نحتاجه يجب عليه أن يقرأ المعلومات اللي موجودة في السبليمنت يقرأ معلومات لكن في أصلا سبليمنت تستاذر معروف أنها زينة للأسف وطلع عليها كلام يعني مثل البروتين الوي بروتين يعني ما أكو شيء بالدنيا ما قالوه عنه يعني مع أنه حتى حتى بره عقب العمليات حق ناس كبار يعطونا إياه عقب العملية أساسا يعني البروتينات المولتاي فيتامين بس في النهاية الناس لازم تفهم أن اسمها سبليمنت مكملات وليست غذاء مكملات غذائية تأخذها في حالة أنك أنت احتجتها إذا فيك نقص أو إذا مثلا تمرين نواية غوي أنت لازم تواكب التمرين هذا ستأخذها بمعيار أكبر لكن أهم شيء أخي عبدالله اللي هو شنو؟ الأكل السالد العاد نعم إن ما قدرت فأنت تتجه للمكملات الغذائية صحيح أعطيك العافية كابتال عبدالعزيز ترى سمعنا عن الطفل المفقود في سكراب أمغرة حصلوا عليه من توفي غير شديد في سيارات مفقودة حتى وفي سيارات عليها بلاغ السرقة ممكن أن يشوفونها في سكراب أمغرة وممكن أن المهم ما في رقابة خاصة في سكراب أمغرة عدسة مسائي تواجدت في هذا المكان لتوضيح بعض الأمور خاصة في سكراب أمغرة سنشوف هذا تغيير بعد الفاصل